السلام عليكم ورحمة الله تنقض الوضوء غير أحداث ولا أسباب من نوعان ناري نوعلة النوع الأول الردة وهي الكفر بعد الإسلام وهي تنقض الوضوء النوع الثاني الشك وهو وله ثلاث صور الصورة الأولى وهي الشك في المانع وذلك أن يشك المرء بعد تيقنه بتقدم الطهرة هل حصل منه ناقض من حدث أو سبب أو لم يحصل والمشهور في المذهب في هذه الصورة أنها تنقض الوضوء لغير المستنكح الصورة الثانية وهي الشك في الشرط وذلك أن يشك بعد تيقن الحدث هل حصل منه وضوء أم لا ففي هذه الصورة ينقض الوضوء ولو للمستنكح أي لكثير لكثير الشك الصورة الثالثة وهي من الشك في الشرط أيضا وذلك أن يتيقن الطهر والحدث ويحصل له الشك في سابق منه فهذه الصورة أيضا ينقض فيها الوضوء ولو للمستنكح لذلك أن يشك في الشرط يشك في الشرط أيضا ينقض فيها الوضوء ولو للمستنكح ويشك في الشرط أيضا ينقض فيها الوضوء ولو للمستنكح ويشك في الشرط أيضا ينقض فيها الوضوء ولو للمستنكح فهم Against악نة ويشك تتكفت فهم ق без estaية الذي ستتكلم ovat ولوهم وأجب أن يكلونني أي طبي نحن شك للمستنك وانهان أرت Unlessكم حول المستحف قال هناك بعد Federal أو الرائح من يقال إلى اonicلاح olan desapare بالحظر والعبار أو الحضور على المستمر أنهض لخ Laguna إعادة Brief الانتصال سأ승يائنا الإعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر